رياض الصالحين مع حسن شاهين سهلا بكم أيها الإخوة والأخوات ومع كتاب رياض الصالحين هذا الكتاب يا حبايبي هو يعني أنا أعتقد بأنه إذا كان في بيتك فأنت في بيتك بركة وخير ونور وإشعاء من البركات بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بلا شك كتاب الله هو أعظم كتاب في الدنيا ثم بعد ذلك أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها كتاب رياض الصالحين باب في التوبة يقول الإمام النووي مؤلف الكتاب طبعا هو بدأ أول شيء بدأ بالنية وذكر أهميتها ثم يتكلم عن التوبة ما في أحد في الدنيا دي كلها يا إخوتي يستغني عن التوبة حتى أعظم الناس صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المجلس الواحد فيقول أحيانا يعدوها الصحابة مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب صغير ولا كبير فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى ولا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصي يتوقف مباشرة واحد كان يشرب خمرة يتوقف مباشرة واحد كان يعكس البنات ويؤذيهم ويزعجهم يتوقف تماما واحد كان يفعل حاجة وحشة مرة يتوقف تماما الشرط الثاني أن يندم على الفعل أن يندم ويقول يا ربي أنا ندمان أني كنت أشرب خمرة أنا ندمان أني كنت أؤذي جيراني أنا ندمان أني كنت أؤذي بنت مالها ذنب ولا لها أي حيلة في حياتها وكنت أؤذيها وأزعجها يندم الثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا بينه بالنفس يقول يا رب يا رب أنا لو شفت أمامي مئة قارورة خمرة والأمر مسهل وما في أحد ممكن يعاقبني ولا في أحد ممكن يزعجني ولا أحد ممكن ينظر إلي لن أعود لن أعود لن أعود أبدا يعزم هو ممكن يرجع النفس أمارة بالسوء وضعيفة لكن هو يقول في بداية حياته أو في بداية توبة لن أعود أبدا يقرر ذلك فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح التوبة وهي سهلة يا إخوة أنه لما واحد يسمع يقول لم تصح التوبة يقول أنت ليس تعقدوا التوبة لا سهلة جدا أن يتوقف عن المعصية وأن يندم وأن يقول يا ربي لا أريد أن أعود وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي واحد من الإنسان رجل أو إمرأة فشروطها أربعة هذه الثلاثة السابقة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب منه العفو وإن كانت غيبة استحلله راح وقال له سامحني ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل العلم وأهل الحق ومن ذلك الذنب يعني يتوب واحد عنده عدة ذنوب تاب من واحد ذنب وما استطاع أن يتوب من الذنوب الثانية أهل العلم يقول جيد وممتاز هنذكر الآن وفي الحلقات القادمة الآيات وأحاديث التوبة لكن موضوع أن يذهب الإنسان ويذكر للآخرين أنه هو اغتابهم أو أساء إليهم هنا بعض الإخوة يتساءل يقول طب أنا لو رحت وقلت للراجل أن أنا اغتبتك ممكن تحصل مشكلة فهل ممكن أني أنا ما أروح أقول له لكن أجلس أدعيله في ظهر الغير وأنا أعتقد أنه كثير من أهل العلم يرون أن هذا ممكن لأنه إذا كانت أروح وأقول له أن أنا سويت لك حاجة وحشة واغتبتك ستسوي مشكلة أكبر لا أقعد في بيتي وأدعيله 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 صبحا ومساء حتى أحس أني أنا سويت جزء من الغلطة أو صلحت جزء من الغلطة وبعد ذلك ربنا كريم وربنا رحيم سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نبدأ مع آيات التوبة وأحاديث التوبة دمتم في خير ومحبة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رياض الصالحين مع حسن شاهين ترجمة نانسي قنقر